اروح لقصة تانية حزينة ايضا لكن طويلة شوية اسمها مامشى اهل مصر ده فين؟ ده في القاهرة واللي الحكومة قررت في 2019 قال ايه؟ هستغل شط النيل وهعمل لكم مشاريع سياحية تستفيدوا منها وببلاش يا مواطن قال لي بالك ببلاش يا مواطن ههد كل الشليهات او ههد كل العوامات اللي موجودة على نهر النيل وهشيل الاشغالات وههد الاكشاك وهخرب بيت الناس اللي كانوا عايشين والوشيل المشاتل ووشيل المزارع عشان هعمل ايه؟ هعمل لك مامشى اهل مصر يا مواطن وببلاش يا مواطن المهاردة في حملة مجتمعية للحفاظ على متنفس مجاني لشم الهوى اسمه مامشى اهل مصر صرفت عدية حكومة على المامشى حسب بيانات وزارة الاسكان مامشى اهل مصر في القاهرة المرحلة الاولى تصرف فيها ستمائة مليون جنيه مصري عشان نعمل كبري اسفلت او نعمل طريق اسفلت الناس تتماشى عليه وبالمناسبة كان مشروع في منتهى الاهمية ونال استحسان الجميع حتى قررت الحكومة انها تعمل سبوبة من وراء المشروع تحس ان الحكومة دي الاول بتعمل الحاجة ولما تلاقيها شغالة تقرر تحط مناخرها فيها عشان تطلع سبوبة من المواطن فوج اهالي القاهرة خلال الكام اسبوع اللي فاتوا بحاجة غريبة جدا عبارة ضخمة او عائمة ضخمة بتستخدم فيه اغراض السياحة فيها نايت كلاب وفيها فندق وفيها قصدي كافيه وفيها مطعم مرة واحدة راحت راست امام مامشا اهل مصر وقاللك الخبر اللي بعده تايتانيك تظهر بمهر النيل في بولاء ابو العلا وتحجب الرؤية عن رواد مامشا اهل مصر جات من اين محدش عارف مين اللي ادى العوامة او الباخرة الضخمة دي العبارة الضخمة دي الازن انها تقف في منطقة بولاء وابو العلا تحديدا قدام مامشا مامشا اهل مصر تحديدا وصوت ديسكو ودي جي طالع منها طول الليل وروايح مش عارف اا شيشة بقى وروايح اا مخدرات وحشيش طالع من هزي الباخرة السياحية الفخمة واللي قالك مملوكة لاحد رجال الاعمال المحسوبين على النظام ومحدش قادر يقول له انت موقف البتاعة دي هنا ليه تفرق كده على منظر هذه الباخرة واللي اتولدت في المنطقة دي بقالها اكتر من شهرين تلاتة النهاردة والحكومة عاملة نفسها مش واخدة بالها وزارة الاسكان الملكة للمامشا مش واخدة بالها محافظة القاهرة مش موجودة وزارة السياحة مش شغالة وزارة الداخلية عاملة نفسها من بانها وده مشهد بيعاني منه النهاردة الناس اللي بتروح مامشا اهل مصر ينتابعا موسيقى مهمة نمرة واحدة العوامة اللي اسمها بديعة او العبارة اللي اسمها بديعة دي مرة واحدة يعني حضرتك لو موجود الصورة اللي على يمين دي ده لو انت واقف بتصور من فوق المامشا ودافع التذكرة ياهل للحكومة للحكومة اجبارتك تدفعها هتيجي تبص عن نيل او تشم شوية هوا هتلاقي العبارة الضخمة اللي ملكها احد رجال الاعمال الغريبة لنفس المكان ده او شط النيل في منطقة ابولاء ابو العلا قبل كام شهر قررت الحكومة ازالة العوامات النيلية تاريخية وقال لك اصحاب العوامات النيلية التاريخية يغادرون بأمر حكومي الى المجهول بعض العوام العوامات امرها بيتجاوز ستين سبعين سنة في خطة التطوير اللي اعلنت عنها الحكومة طفش الناس وخرجهم من عواماتهم بحجة ان ما ينفعش حاجة توقف في الحتة دي لكن البتاعة الضخمة او الفندق العائم الضخم اللي مملوك لأحد رجال الاعمال اللي واقف النهاردة وسادد الرؤية عن ممشى اهل مصر لا دا عادي يقف ما فيش مشكلة النهاردة فيه طلب احاطة اتقدم في البرلمان اتقدم به النائب عن دايرة بولاء لرئيس المجلس وزير السياحة محافظ القاهرة وزير الداخلية دا مين والعبارة دي بتعمل هنا ايه اسمها بديعة تقريبا العبارة بديعة او السفينة بديعة وازاي اصلا وصلت هذه الممتعة كانت موجودة فين قبل كده اسئلة قد كده طرحت النهاردة في مجلس النواب مشكلة حتى احنا جايبين لحضراتكم هذا الفيديو لان الفيديو لانا شاريته لانا شاريته بعض الصحف المصرية اتحذف مرة واحدة كل الاخبار اللي بتتكلم عن هذه العبارة او عن هذه المركب اتحذفت من على الصحف المصرية وتفضل الجزء من الانفو جراف اللي كان منشور لحقناه قبل ما يتحذف هو كمان هينفكر حضراتكم بقى بالقصة من البداية وقال لك الدخول مجانا مامشى اهل مصر متنزه جديد على نهر النيل لكل المواطنين ده في بداية المشروع لما اعلنوا عنه في او فتحوه في 2022 اعلنوا عنه في 2019 وطلعت الصحافة تتغنى بهذا المشروع وقال دي الحكومة هتدفع 6 مليون دنيا عشان تعمل متنزه مجاني للفقرة والغلاب شوف كده مصراوي بتقولك الدخول مجانا مامشى اهل مصر متنزه جديد على نهر النيل لكل المواطنين اديني بقى الخبر اللي بعد مامشى اهل مصر يخطف الانظار ويبهر المصريين نزهة عالمية مجانية ده كان كلام الصحافة وقت ما فتحوا هذا الممشى ام المواطن صدق وقال لك الحكومة عملالنا حاجة مجانا لكن تقريبا نسي ان الحداية ما بتحدفش او ما بترميش كتاكيد شهرين او تلاتة على افتتاح الممشى ترجع الحكومة في كلامها وتخون الحكومة عهدها او وعدها للمواطن وتقرر تفرد رسوم على دخول ممشى اهل مصر وقال لك عشرين جنيه يعني دي حاجة كده بسيطة عشرين جنيه ده اول حاجة لكن عشان تخش بعد كده تدفع عشرين جنيه ممنوع وقوف بايع متجول وكلها مطاعم وكلها كافيهات مملوكة لبعض رجال الاعمال والاكل فيها بالشيء الفلاني الشرب فيها بالشيء الفلاني يعني انتو لو اسرة مكونة من خمس افراد هتروحوا تتمشوا فقط على منيل اللي كان زمان ببلاش وبتشتري شوية لب وترمس النهاردة محتاج لك على الاقل من 300 ل 500 جنيه عشان تمشي في الممشى المجاني وتاكل شوية لب او شوية ترمس درجة المحطة الاعلاميين المحسوبين للنظام وقتها ومنهم محمد علي خير قال لك عيب اني امشي او عيب اني لما حب تمشي على كورنيشن ليل ادفع فلوس عايز فلوس اجر محلات على الممشى ننتظر الغاء قرار تذاكر الممشى فورا ولكن احنا بلد ما عندناش حاجة مجانا او ما عندناش حاجة ببلاش حمد علي خير قال لك ننتظر والمواطن طلع هاشتاج والناس صوتت وعيطت وزعائت ورفضت وقالت مش لعبين ومش جايين ومش متمشيين حكومة رأسها وقال في سيف اي حاجة تحلب المواطن تجيب ملمين احنا معاها وبنقيدها ومش هنلغيها حتى لو كان فيه دعوة قضائية حتى لو كان فيه دعوة قضائية اقامها خالد علي بالطالب بإلغاء الرسوم حتى لو ادخل البرلمان حتى لو ادخل عشرين برلمان خبر بيقولك تحرك في البرلمان حول رسوم ممشى اهل مصر تحرك في البرلمان حول رسوم ممشى اهل مصر وطلب إحاط محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب قدم طلب إحاط عشان يكشف او الحكومة تلغي هذه الرسوم اللي ان الحكومة قالت خلاص اللي حصل ما بنرجعش فيه طلعت بطبيعة الحال وزارة الاسكان تقولك ان هذه الفلوس مقابل الصيامة اللي بتحصل للممشى الاسكان تكشف حقيقة فرض تذكرة على زائر ممشى اهل مصر قالك ده بسبب الصيانة طب تعال بص على الصيانة كده شهرين ثلاثة البلاط اللي موجود على ممشى اهل مصر كله تقلع والحديد اللي موجود صده وتشال لدرجة الهو تخريب ممشى اهل مصر الاسكان تكشف حجم التلفيات وتتوعد المخربين كان فيه صور بقى منشورة وقتها يمكن مش هيسع الوقت ان احنا نعرض على حضراتكم هذه الصور الممشى تحول لمسبلة مع الاسف ليه لان المواطن اللي كان حاسس زمان ان الممشى ده بتاعه وملكه هيمشى عليه ببلاش لا الحكومة قالت له ده سبوبة طالما سبوبة بقى فالمواطن دي مش بتاعتنا دي بتاعت الحكومة بتسترزع على افانة فالمواطن بوز او بعض المخربين بوزوا الممشى طبعا ده سلوك غير مقبول وموزارة الاسكان بدل ما تحل المشكلة طلعت برر وقال لك تخريب او الخبر اللي بعد كده الاسكان عن تكسير بلاط ممشى اهل مصر سبب او احنا اللي عملناه عشان نرفع الكفاء اخر حاجة عشان ما نطولش في موضوع ممشى اهل مصر الممشى اللي كان ببلاش خد في وشه حتى الحدايا اللي كانت موجودة على نهر النيل طلب احاطة او طلبات احاطة مقدمة ومحلية النواب بتناقش بعض الطلبات حول بناء جراج والحفاظ على حدائق موجودة في الزمالك عارف انت اللي هو لما ربنا يبقى يعني مبتليك بسوء التأدير او فشل في التخطيط او ربنا مبتليك انا اسف يعني بغباء فطري ملوش مبرر ولا اقلو معنى تقوم النهاردة تشيل الحدائق اللي موجودة في حي الزمالك على طول النيل عشان تعمل جراش يخدم على اصحاب العربيات اللي دفعوا عشرين جنيه وتمشوا على مامشى اهل مصر وقعدوا في الكافيهات اللي انت عملها متخيل متخيل انت بتعمل ايه في نهر النيل زي ما عملت ايه في البحر المتوسط زي ما بتعمل ايه النهاردة في نهر النيل في كل المحافظات زي ما بتعمل في الشوارع زي ما بتعمل في الجبانات التاريخية في الامام الشفعي في قلب القاهرة زي ما بتعمل في كل حاجة شكلها جميل ورائع في البلد كلها ودي قصة قصة الموارد ما حد يقولك احنا فقر قوي قل له اه احنا فقرة لكن فقرة في التفكير احنا فقرة في إدارة الموارد احنا فقرة في استغلال الفرص لكن عندنا موارد عندنا فرص عندنا سياحة عندنا زراعة عندنا اقتصاد عندنا أيدي عاملة عندنا مواطن مستعد يشتغل ويظهر الليالي عشان ينتج لكن عندنا حكومة شايفة المواطن والموارد والسياحة والنيل والبحر والاقتصاد كل سبوبة بتحاول تعمل منها ملمين على قفة المواطن